سقيت عبد النعم الصاوي تشرف بان تقدم لكم الان دكتور هاني البنة. الحمد لله والسلام على رسول الله. طبعا الشرف الكبير لي انا شخصيا. لان انا في بلدي. وفي السقية بتاعتي. وفي بيتي. فجزاكم الله خير على حسن الضيافة. وكل الشكر. ها? النور. وكل الشكر ليكم انتم. النهاردة اجازة. والذي في شرم الشيخ في شرم الشيخ. والذي في اسكندرية في اسكندرية. والذي في الساحل الشمالي في الساحل الشمالي. صح كده? لا احنا بتاعطورة دول بقى باخدين اجازة. فانا بشكركم كل الشكر. انه جيتوا النهاردة في يوم الاجازة. هو يوم نصر. زي ما الدكتور تكلم عنه. والنصر الحقيقي هو انتم. واللي حقيصنا عن نصر هو انتم. واللي حيصر على الحضارة هو انتم. واللي حيحافظ على مقدرات الاهمة هو انتم. وانتم هو المستقبل والحاضر. واللي هتحاولوا تجددوا اجداد الماضي بتاع ابائنا واجدادنا اللي عاصره اعظم حضارات انشأها التاريخ. مصر انشأت اعظم الحضارات. فلا في هذه الغرفة وفي هذا البلد. ليس كافيا علينا ان نتذكر ابائنا واجدادنا. هذا ما فعلوه. ولكن علينا ان نفعل وان نبني حضارات اقوى واشمخ من الحضارات التي بناها الاباء والاجداد. فانا بشكركم جميعا في هذه الامسية ان تتكبدوا هذا العناء وتأتوا وفي مسلسلات في التلفزيون طبعا حلوة الى اخري. في الحنزالة. انا مش بتاع تكنولوجيا انا بقى ابدأ عشان تعمل البتاع ده. مجتمع المدني محدش استطيع يقول انه شيء جديد. ابدا. لا نظرية غربية ولا شرقية ولا شمالية ولا جنوبية. مجتمع المدني هو جزء من فترة المخلوق. وصفة من صفات الخالق اللي وضعها في كل مخلوق. وليس قاصرا على البشر فقط. انهم الا امم امثالكم. وكل امة من هذه الامم الخلائقية لها مجتمعات داخل مجتمعاتها نفسها. النملة في قصة سيدنا سليمان بتقول ايه? ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمانا وجنودي. يبا كانت النملة دي هدور بتحمي المجتمع. الهدهد في قصة سليمان ايضا كام ايه? لما سيدنا سليمان تفقده. ما لي لا ارى الهدهد. لا اذبحنه او لا اعذبنه. رد عليه وقال ايه? هو راح يجاو يعمل ايه? الهدهد راح يعمل ايه? راح يعمل حاجة بنسميه دلوقتي في العلم الحديث عشان الميا. يجد مصادر الميا. فلا مصدر اخر لقد جئتك من سبق بنبئ يقين. فكان جزء من المكون المجتمعي لمجتمع سليمان عليه السلام. ذو القرنين لما جيه في قصة يأجوج ومأجوج. ها? اتى ليفعل طاقات المجتمع المدني البائسة. ويحميها من هجوم الاعداء. ويبني لهم صرحا وينقل التكنولوجيا الحديثة دون اجر. ان اجري يا الا على الله. ها? قاتوني زبر الحديد. انفخوا في النار الى اخرى. فنجد ان سيدنا ذو القرنين اتى لكي يفعل طاقات المجتمع المدني داخل هذه البيئة المتخلفة حضارية. واستطاع ان يحمي هذا المجتمع بجيش من هجوم يقوق ومأجوج. وفي نفس الوقت ينقل تكنولوجيا. كيف نتخيل الآن في هذا العصر الحديث. ان سيدنا ذو القرنين عمل عمل افران لصهر الحديد. وصهر النحاس. وبعدين يعمل ما نسميه بالسبيكة للالوي. وبعدين يبني هذا القدار العظيم. هذا تفعيل لقدرات مجتمع مدني متخلف. ثم نأتي بقصة سيدنا يوسف اللي احنا كنا عرفها كلنا في مصر. وكيف استطاع ان ينقذ هذه الامة. التي كانت تتقدم على باقي الامم. ويفاعل مجتمعها المدني داخليا وخارجيا. فاجعلها حصة الغذاء العالمي في مصر. فهذه الأشياء ليست بمستحدثة. ولاست نظرية حديثة. ولكنها فطرة من فطرة الله الذي خلق الله عليها. المجتمع المدني مليوش تعريف واحد. كلنا ممكن يعرفوا تعريفات مختلفة. اما التعريف اللي انا بقول عليه. انه هو هو بيجمع بيجمع كل مكونات المجتمع. انا بقول لي الكلمة دي وبعنيها ليه? ان شريحة تانية. بقول هذه التعريفة هذا التعريف ليه? لان احنا نعمل دائما او نعمل دائما دون ان نعلم. حاضر حاضر عشان ننور. حاضر. ما اتكلمش بعد كده? خلاص انا حاول عند النور. يا سيدي امرك امرك يا سيدي مش كده? بس ما فيش الحديد في ايدي هه? فليه انا با انا باتكلم عن المجتمع المواطن. ومجتمع المكونات المجتمعية. مجتمع المواطن لان كلمة مدني فصلت عند بعض الاخوة الاسلاميين على نوع المجتمع العلماني. هو سيفل يعني من السيفليان يعني من المواطنين نفسهم. فلا بد ان نرجع المجتمع اللي هو مجتمع المواطن لكي ندخل فيه حزبية عرقية او فهمية مختلفة على التأصيل الديني. دي امره واحد. امره اتنين كل مكونات المجتمع بمعنى الخلائق الاخرى التي خلقها الله سبحانه وتعالى اللي تكون شركاء لنا. فاحنا بنهملها ونجعل مجتمع المدني فقط قاسر على البشر الذين يعيشون في مجتمع واحد. ولكن علينا بفلسفة جيدة ان نعرف ان لنا شركاء اخرين في المجتمع. من المقدرات الطبيعية والتيور والحيوانات والمناخ الى اخرى. وفي مشاكل كثيرة جدا بتواجه هذه المنظومات. ده من هدف المجتمع المدني ومسط المجتمع مدني وتحسين الوضع الحالي. طبعا كلكم تتفقوا في هذا الهدف. وله دوابط. ما فيش مجتمع مدني ان لما لابد ان يكون له دوابط. ما فيش اسرة لما لابد ان يكون لها دوابط. ما فيش شركة اللي لابد ان يكون لها دوابط. لا علينا ونحن وان نعمل في المجتمع المدني. ان لا نهرب من الضابط. او نتخطى الضابط. او نحتال على الضابط. هذا خطأ. فلا بد ان نضع ضوابط داخلية لنا. فنراجع عنفسنا. وضوابط خارجية تضعها لنا الدولة والمؤسسات الاخرى. ولا بد ان نحترمها. وعدم احتلام الضابط هو معناه اننا مجتمعيين فاشلين. وافراد فاسدين. يتكون من كل مشكلة. انا قلت التكوين بتاع المجتمع المدني من كل اشياء دي كلها. تكلمت عن كل شركائنا من بدء الخليقة. هو بيتشكل ودي مهمة جدا. وفق الثقافات والاعراف المحلية. فلا بد ان تحترم كافة الثقافات والاعراف والتقاليد المحلية والوطنية الداخلية. ما هناك شيئا عندنا كما يقولون في One size fits all. هذا غلط. ليس فانيلا واحدة. سيكون لقامها او مقاسها لنا كلنا. كل مجتمع له ثقافة وله خاصية وله لغة وله تاريخ وله احلام تختلف عن كل مجتمع اخر. فOne size fits all. ما ينفعش عندنا. ثقافة السعيد تختلف عن ثقافة بحري. تختلف عن ثقافة المدينة. تختلف عن ثقافة اللي هو خط القوناة السويس. عن سينا. عن الواحات. كل واحدة لابد ان تحترم. ولابد ان في هذا الاحترام ان نجد اللي هو ايه الاعراف الداخلية عندهم. وتحترم ايضا. والشخصيات الداخلية عندهم وتحترم ايضا. القيم والمبادئ الاخلاقية مش هنطول فيها ان كلنا موافقين ان يكون لابد ان يكون لنا قيم ومبادئ اخلاقية ايضا. له خصائص كثيرة. كثيرة جدا جدا. مش عايز نطول في الكلام. عشان عايز كنتم تسأله اكتر ما انا اتحدث. ان انا لست بمعلم ولكني متعلم. وليست بملقي او ملقن ولكني متلقي منكم. وانا اكتر المستفدين من هذه الجلسة اني هسمع منكم اكتر ما تسمعون مني. خلاص? فكل هذه الخصائص مهمة جدا جدا ان نعرفها. اول خصية في الاحترام. مهما كان الاحترام هو مبدأ من مبادئ اقامة الحياة. لهذا فقط مبدأ مجتمع مدني او مجتمع غربي او مجتمع شمالي او جنوبي. لكنه هو مبدأ من مبادئ اقامة الحياة على الارض. ان يحترم كل مننا الاخر. وان يسمع. يسمع. السماع حاليا في منطقة الخطورة. ان لا نسمع الاخرين. ولكننا نريد ان يسمعنا الاخرين. ولكننا نريد ان نسمع الاخرين. وهذا جزء من المشاكل التي بعض الشاب يواجهها. او بعضنا كنا في مصر واجناه بعد الثورة ان كل واحد عايز يتكلم. طب مين اللي حيسمع? ولما حد يتكلني ايه? يسمع. ولما حد يسمع يبقى تاني يتكلم. نمو المجتمع المدني معقد. لكنه ليه مناخ داخلي. بتكونه بعض الاساسيات الاخلاقية والقيم والاعراف للمجتمع المدني. الشراكة شيء مهم جدنا سيركز عليها. ليه? لان لا تستطيع دولة او اقليم او حكومة او جمعية ان تفعل الشيء وحدها. مبدأ الشراكة لابد ان يكون جزء من فلسفة عملنا في المجتمع المدني. مهما كنت اتكلم انا كبعض الاخوة على بعض الميزانيات المؤسسات المصرية. انه هو اللي وصلت مئات الملايين. مهما بلغ او بلغت ميزانية هذه المؤسسات من مئات الملايين. فهي لان تكون قادرة على ان تفعل الشيء وحدها. فلابد من يكون هناك مبدأ من مبادئ الشراكة. انا اضرب لكم مثل احد الامثلة. في حاجة في جينيفا عمناها دي فيها اكبر تسع مؤسسات. او عشر مؤسسات دولية. لو ذكرت بعد ميزانياتها زي اوكس فام. دي الوولد فيجين. دي دولية السريب الاحمر. زي بعض الكنائس. زي بلان انترناشنال. زي انت بتتكلم على على الطاولة في عشرين لثلاثين مليار دولار. ميزانية فقط. ليه قاعدين مع بعض? ليه بيتكلموا مع بعض? ليه بينقلوا المعلومات لبعضهم البعض? عشان يرسموا صورة اقوى. وانصع لمجتمع مدني عالمي. فاحنا في مصر انه هو حكاية الان انا والشخصانا والحاجات دا والحزبانا دي ما تنفعناش. نحن نريد ان نبني مجتمعا جديدا. ان مصر والدول العربية او الربيع العربي يرى ميلاد بعث عربي جديد. ولا بد ان يكون جزء قوي من بناء هذا البعث او اسمه هذا البعث. هي ان نبني مجتمع قوي. نبني مجتمع مواطني قوي او مدني قوي او مؤسسي قوي. اما الفردية والشلالية والحزبية والجمعانوية فهذه جزء من التاريخ. من اراد ان يشارك في بناء المجتمع. لابد ان نشترك جميعا. بعرفنا وتقاليدنا وقيامنا وثقافاتنا والواننا وعقائدنا وايمانيتنا المختلفة. لان نحن نبني وطن. لان نبني حزب. نبني وطن. لان نبني اقليم. لان نبني وطن ونبني امة. تريد ان تصنع حضارة. لا فقط فقط مجرد كذب حزبي او دخول الى الانتخابات او او الاخرى. هذه بعض الادوار الاخرى. ما فيش روح جميعا. الذي يريد ان يعمل في مؤسسات المجتمع المدني لابد ان يكون متجرد. وقبل هذا لابد ان يكون مؤمن. الايمان هو الركن الاساسي من نجاح عمل مؤسسات المجتمع المدني. ان تؤمن بانك وانك صاحبة رسالة. اما صاحبة وظيفة فالملايين يستطيعون ان يقومون بهذه الوظيفة خير منك او خير منك. اما صاحب الرسالة فليعد الا بالاحاد. فالذين يعملون في المجتمع المدني او مؤسساتي لابد ان يصبحوا اصحاب رسالة. ليس اصحاب وظائف. من اراد ان ينبري لوظيفة فليزهب لشركة البترول او شركة اوتوبسات او شركة ايه تاني. او تكاوي واقبلك الى اخري. الاستقلالية مهمة جدا. والاستقلالية بمعناها عن المانح الذي يفرد عليك شروطه. بعض المانحين واحنا في باكستان فرضوا علينا شرط ان انا نتصور معاهم. فديك انا هتأثر على المكاتب في افغانستان. قلنا ناخد الفلوس من غير سورة او لا قلناهم مع السلامة. فهمت انا بقول ايه? يعني لابد ان نستطيع ان نقول لا. حتى ولكن عندنا المال الكافي. لان كلمة لا هذه بعض الدول فرضت علينا ان نستثني بعض المشاركين في المؤتمر اما? فقلنا لا. لا لا لا. سأخذ معي البيت. او ديني حقها بقى يعني ايه? دي بكم دي بجنيه او او اتنين جنيه? اه? بكم دي? دي ونصف. ودي بكم دي? عملنا خمسة جنيه. فلابد ان نتعاوذ ان نقول لا. لان من لا يستطيع ان يقول لا لان تتكون عنده شخصية اعتبارية تمثل مؤسسه. لكن لا على الفاضي لا. انسان يدرس. ايه قيمه? ايه مبادئه? ويستطيع ان يقبل ويرفق. خاصية ملاقبة اجهزة الدولة. احد الاشياء اللي حدثت في بلد ما? في مكان ما? في زمان ما? ان حصل علاقة اثمة بين مؤسسات المجتمة ومؤسسات الخاص والدولة. فانبتت نتوءات غير مجتمعية. شلالية كذا 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 كذا. فالدور ده لما اغفل ان يقوم بالمجتمع المدني. احصلت هذه العلاقة الآثمة بين مؤسسات الحكومة في مكان ما? والقطاع الخاص. كثير جدا من الخصائص اللي عنا نتكلم عنها. فيه خصائص قوانية اقتصادية فنية اجتماعية توفير وظائف. كنت انا باتكلم مع بعض الاخوة قبل كده? لو احنا عندنا تلاتين الف جمعية في مصر. وكل جمعية بتوظف خمس موظفين. يبقى احنا وظفنا كام? مية وخمسين الف موظف. يعني افدنا كام? حوالي نصف مليون لثلاثة اربع مليون مستفيد. من عائلات. فلو كنا احنا عندنا عشرة المضاعفة. فالليهوا قوة اقتصادية في تأهيل وتدريب وإيجاد فرص عمل. سواء كان في الريف او في الحضر. مصالح العامة استفادوا الى اخرى الى اخرى. ادوار المجتمع بقى جدء من ادوار المجتمع المدني اللي انتم بتعرفوه اكتر مني. يعني تحدثت انت الامن والسلام المجتمع للمواطن. انا بنتقي بعض الاشياء. يعني امن وسلام مجتمع واحد. يعني امن وسلام مجتمع. من بات امنا في سربيه. معافا في بدنيه. عندها قوة يومية كان كما حيزت له الدنيا. دي اشاسيات بنسميها امن مجتمع دلوقتي في الغرب. وفي الشرق. وفي الشمال والجلوب. يا رو عزقنا عنده بيت. ينام فيه. او مكان يا بيت فيه. عنده قوت يومه. عنده وظيفه. عنده جسد صحيح. دي بيوفرها المجتمع المدني. وبيكمل في هذا دور الحكومة. ودور القطاع الخاص. ماري اضافية. يعني دورة رأس المال. لو تحدثنا عن ان دورة رأس المال المؤسسات المجتمع ده. او رأس مال المجتمع المدني في مصر. عشرة مليار جنيه مصري. وانا اقول هذا. وانا مغمد العينين. ان نمتكن اكتر. في بريطانيا عشرين مليار جنيه سترليني. للمؤسسات الخيرية. وليس مؤسسات مجتمع مدني كلها. ها? ها? هل تشوف قوة المجتمع دي? فلو احنا نتكلم عن عشرة مليار جنيه مصري. وهذه نسبة محافظة جدا لدخل المؤسسات الخيرية في مصر. المسجلة في هذا الشؤون الاجتماعية. سيجد ان دورة رأس المال قد تصل الى مئة مليون. مئة مئة مليار. يعني ما تلف من الف الى به الى جيم الى دال الى حه الى و. فتنعش اقتصاد. فلا نستطيع ان نقول ان المجتمع المدني ومؤسساته لا ينعشه الاقتصاد الواطني. بالاضافة الى توفير فرص العمل. بالاضافة الى حل المشاكل المجتمعية. بالاضافة الى ابراز قيادات محلية ودولية. بالاضافة الى استكمال البرنامج الذي تسعى الى تحقيق الحكومة والقطاع الخاص. امثلة بقى في امثلة كثيرة جدا. وانا سأتكلم عن مسألة واحدة. انتم بتختلفين المختلفين عليه في مصر. كل حاجات انتم عارفينها طبعا. بعد كده اللي بعدها. الاحزاب. نموه طبيعي للمجتمع. فمكون مجتمع مدني. هنختلف عليه سياسة او غير سياسة. هم نتكلم عن مجتمع كبير. لن نقول الحزب ده مش ايه? مش مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني. قالت لها سبغة سياسية ولاست سبغة خيرية. في حاجة تانية القبائل والعشائر. اما ننزل احنا ننزل مرسمات روحة او ننزل نروح الواحات. لا نستطيع ان نستثني القبائل. هو ده المجتمع المدني ومؤسسه التقليدية. لا انا كنت في ليبيا وليس جاي من ليبيا الاسبوع اللي فات. كنا نتكلم في بنغازيا عن دور القبائل اللي بدأ ينفخ فيه الرئيس اللي هو القائد. زنجا زنجا اسمه ايه? قذافي. ها? فعايدين يشألكم. لا تستطيعوا ان تمحوا كلمة قبائل من مجتمعكم. لان ده التركيبة التقليدية عندكم. لابد ان نتعامل معها. لابد ان نؤهلها. لابد ان نعلم شبابها ما هي الصورة المستقبلية للدولة. فما استطيعش ان انا اجل لتقليد لوجود تقليدي لمجتمعا ما. وامحيه من الوجود. في حاجة تانية انا كنت كتبها للمؤسسات الدينية. مكتوبة عدت عليكم. او عن اقول ان المساجد والكنائس مش جزء من المجتمع المدني. ابدا. ده بالعكس. ده النقاج دي الوقت في اوروبا وامريكا. كيف ننسن؟ 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 كيف ننسن؟ المسجد والكنيسة والمعبر. لانها منشآت كبيرة جدا دفع الناس فيها اموالهم. سواء كانت صديقات او هبات او او الاخرى. فنجعل لها عمل انساني يختلف عن عمل الديني الكنيسة والمسجد. لكنها منشأ مجتمعي. افرزته المشاعر الدينية لهذه الفئة او هذه الطائفة. فلا تستسنى. ولها قوة كبيرة جدا اقوى من قوة الاحزاب. كل هذه العناصر تؤثر سلبا واجابا في نمو المجتمع على حسب البلد وعلى حسب المناخ وعلى حسب البيئة وعلى حسب كل هذه الاشياء. نتكلم عنها. فاذا توفرت الاساليب التي تجعل المجتمع المدني تنمو. فسنستطيع ان نرى دولة قوية. يعني بمعنى كنت انا بعض الاحصائيات التي درستها في شبكة العربية ونظمات غير الحكومية في مصر. كانوا يتكلمون عن عدد المؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية. ثم عدد السكان. فوجدنا ان في مصر في ساعة هذا التاريخ. كانوا حوالي واحد ثمانين مليون نسمة. كانوا سبب وعشرين مليون. سبب وعشرين الف جمعية. يعني بمعنى ان كل جمعية بتخدم تلات تلاف او اربعة تلاف نسمة. في لبنان كانت اقل من كده كان الف وخمسمائة. لبنان والأردن الف وخمسمائة و الف واربعمية. في كل دول الخليج تعدد الخمس تلاف والثلاثين الف والاربعين الف والخمس الف. لماذا؟ لأن لا يوجد مؤسسات مجتمع مدني. وهنا التعليق او التصريح من عندنا شخصيا. ان نمو الدولة وتقدمها لا يقاس فقط بالدخل او الرقعة او العدد السكان. بل يقاس بعدد المؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والمفاعلة للمجتمعات. ما يهمنيش ان المزنية بتاعتي تريليون جنيه استرليني في بلد ما لكن ما عنديش ولا مؤسسة. او عندي مؤسسات وهمية. او عندي مؤسسات ورقية. النمو الحقيقي والتقدم الحقيقي لمجتمعات او للدول. هي بتفاعل المواطن في بناء النسيج المجتمعي لبلدي ولدولتي. تفاعل الحقيقي الذي يخرج من القرية. يخرج من الحارة. يخرج من الحي. يخرج من كافة التوائل التي تريد ان تعبن عن مشاعرها في تقنيم خدمات مجتمعية للبلد وخارج البلد. التحديات بتجدني انا اهم تحدي في التحديات اللي انا بجدها انا شخصيا خاصة في مؤسسات الخيرية الاسلامية هو ان الموارد البشرية كامثالكم بيحجموا او يحجموا عن العمل في العمل الخيري او في الكرة مين ام بي والمقاصة. المقاصة بيش تاعة الفلوس? بتروجيت. اه? بتروجيت ولا مقوين العرب ولا ايه تاني? ولا المقاصة مش فلوس بردك دي? ولا جونة عند اخونا اسمه ايه? سويريس اه? ما عنده فلوس بردك وكمان. وحسيب الجماعة الغلابة اللي هم بتوع العشوائيات والحاجات دي كلها. لذلك انا قلت في الاول لما كنت صاحب رسالة ما تنفعش تشتغل في المجتمع المدني. وصاحب رسالة انت واسرتك. وانت ومن حولك. لان اللي عايز يبني لازم يضحي. اللي عايز البناء يعلى لازم هو يوطي عشان البناء يعلى. ها? لازم يخفض جناحه للبناء نفسه. لانه لا يرى نفسه. ولكنه يرى البناء الذي يستفيد منه الآخرين. بعض التحديات اللي نتكلم عنها اللي هو النخبة. بتدحك انت. دحكني بتدحك ليه؟ النخبة يعني ايه نخبة؟ يعني ايه نخبة؟ يعني ايه شلة؟ يعني ايه؟ انا مجتمع. انا 85 مليون نسمة. انا اريد انقاط انقاط لاختلاقات 85 مليون لخمسة او عشر او خمستاشر او الف او خمسين الف. اذا كنت انا اسمي نفسي من النخبة فقمت في المجتمع هي بما افعله من الخمسة وتمانين مليون. لا سماء انظره مع نخبتي. ولا ادور في حلقات مفرغة او مفرغة. وهي خطيرة جدا. في الفهم حاليا لان احنا اصبع عندنا ثقف من الحرية عالية. ولما عالي الثقف الكل اتكلم. ولما اتكلمنا مش عالفين احنا رايحين فين? وحنعمل ايه? وحنودي ايه? وكل واحد يقول لا. كل واحد صعب يقول اه. كل واحد بيقول نخرج. كل واحد بيقول نقطة. وعننا هنروح فين بعد كده? فلذلك اهم شيء هو العنص هو الفرد. مهم جدا. القوانين المحاسبة والمتابعة لابد من اللي ينشئها الدولة تنشئها ونحترمها ونشاركها في انشاءها. وفي نفس صورة. نحن ننشئها داخلية. اضرب لكم المسأل في لو نتكلمنا عن الاغاسة الاسلامية. فيها جهاز للمحاسبات. وجهاز للمالية. وجهاز للتدخيق الداخلي ومراجعة الداخلية. بالاضافة الى المراجعة الخارجي القانوني. بالاضافة لجهاز الجودة. قبل الكلام ده ما يروح لمن? للحكومة. خمس اجهزة. رقابة داخلية. عندنا شيء منها? يبقى العب فينا. قبل ما نعيب على الحكومة. ونعيب على الشؤون الاجتماعية. ونعيب على كذا وعلى كذا. نعيب على نفسنا. مدة استمرار الزعيم في مكتبه. يعني مثلا بعد 24 سنة قلت انا حمشي واسيب الاغاسة. ازاي? يعني تقبيدة مش كده? ازاي? ازاي تمشي? لكن مشيت. الحمد لله اتفقت معنا اخوة مشيت. فدلوقتي المفروض يكون في تداول. تداول في القيادة وتداول في السلطة. وتدريب للكفاءات البشرين اللي موجودة في المؤسسة عشان تحسنها ليه مستقبل. ودي من التحديات الكبيرة جدا. الاستنفاع والمصلحة الشخصية واهل الثقة. ودي مهمة جدا نمرة 12. ان تنشأ مؤسسات لصالح احزاب. او حق الدولة اغلاقها. ومحاسبة من انشأوها. ومعاقبتهم كذلك. لان لابد ان يكون عنصر الشفافية هو عنصر اساسي. الامريكان بيعملوا ايه? كان معنا مرة بزور بيل كلينتون. رئيس بيل كلينتون بريطانيا. ساعة المكان سفير للسنامي لأم المتحدة. فاتكلم. فقال احنا نعذر المؤسسات الإسلامية. ان احنا نضيق على العمل كل في كل مكان في العالم. لكن لابد ان نمسك المؤسسة المخطئة. ومن اجل ذلك نعاقب كثير من المؤسسات. سيكون لها حجة في هذا. لكن احنا ساعدناهم على اننا خرطنا الأوراق. ان لم نخلط الأوراق والإغاثة الإسلامية بقى لها 28 سنة في غرب. ما خلطتش الأوراق. ما تقفلتش ليه? في مؤسسات في أمريكا. وفي سويسرا. وفي بلجيكا. وفي هولندا خلطت الأوراق ويقفلت في 24 ساعة. وفي ناس مقبوسين لمدة 30 سنة في السجونة الأمريكية. خلط الأوراق في منطقة الخطورة. وخلط الأوراق في مصر هنا يمثل ذريعة من الذراع التي تخلق المؤسسات وتضيق على العمل الخيري. فليس هي سنة ولا جمعنا ولا حزبنا في العمل الإنساني المجتمعي اللي نتكلم عنه. مرأة والشباب في مصر. دونهم ايه? زينة? بناخدهم عشان ناخد معهم صورة. طلع حبة شباب بخدهم معي صورة ها? وحبة النساء كده استواروا معي عشان في 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 دعم جاي من من دعم العون الأمريكي. او من دفت او حاجة ده كده. لا. يكون لها مشاركة فعلية. وانا اقعيب على بعض المؤسسات الإسلامية اللي أنا منها. ان العنصر النسائي فيها ضعيف جدا جدا. فده بقى سؤال للفقهاء. في مصر ما هو دور المرأة المسلمة في العمل المجتمعي الوطني الداخلي? والعمل المجتمعي الدولي. نذهب لمخيمات في الصومال او في الشيشان او في البصنة ولا نجد امرأة مسلمة. او في افغانستان او في باكستان. ولا تكشف المرأة هناك الا على مرأة. وانا تكون هناك مرأة فتموت المرأة. ففين دور كنتوا بقى وحنا عادينا كلام نتكلم مع بعض. وماش هي اختفتي وتطلع كلامه. طبعا عايز اخره. عايز الشيخ والفقه يتعامل او فاعل مع مناخ البيئي للفقه المجتمعي. مناخ البيئة. يسبكر عنعانة وعنعانة وعنعانة جيدة. تديك اشياء راسخة. لكن انا المجتمع يتغير. فالمجتمع يتغير كل عشية ما اضحاها. بسرعة التكنولوجيا الحديثة المستعملة. ثم بعدد الشباب الذي يمثل خمسين او ستين في المئة من المجتمعات الى الان في المنطقة الاسلامية. ثم عدد الكوارث التي تصيب الامة من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. فاين دور خمسين في المئة من المجتمع المسلم في التفاعل مع دور في الكوارث والامور الاخرى. القوانية واللواح الى اخري الى اخري. المعايير الانسانية مهمة جدا جدا. لابد ان نعرف المعايير الانسانية الذي وضع المعايير الانسانية. الناس موجودين في جينيفا وفي نيويورك. سنقعب عليهم انهم مش مسلمين. خلاص انت عملت ايه? خلاص? هم عملوا جزاهم الله خير. ارفع لهم تعظيم السلام. عايز اتغير اخش اغير معهم. لكن ما عدش انا ايه? القي بالتهم واللوم والسب واللعن على ناس اكتهدوا وانا نائم. ناس اكتهدوا وانا غائب. ناس اكتهدوا وانا غير حاضر. فلابد ان اتعام مع هذه المعايير واحاول ان اغيرها معهم من الداخل باسلوب من السليب المشاركة والتعاون والتواصل بيني وبانهم. انا مش هتول كتير عشان ايه فيه اشياء اخرى هل نتكلم فيها? المخاطر يعني التوجيه من يوجهنا? في منتهى الخطورة دور مجلس الامناء. ان يكون مجلس الامناء هو مجلس شكلي يهيمن على العمل التنفيذي وهو الذي يوز القرارات. لابد ان يكون مجلس الامناء مجلس فعلي يضع رؤى بمشاركة مع المجلس التنفيذي ولا يتدخل. هو توجيه فقط وليس تنفيذي الى اخر. لو احنا انشأنا مؤسسة بكل يوم اصبح لها هدف. دي احد الاشياء المخاطر الكبيرة جدا في العمل عندنا. وطبعا ده عندنا احنا هنا ممكن في بعض المؤسسات العشوائية والعاطفية والارتجالية وعدم التخطيط في بدء العمل الى نهاية العمل. طبعا الاخيرة دي مهمة جدا جدا جدا. بعض المؤسسات والاسف بيصبح لها دور في اثارة الفتن. انا لا اريد ان اقول اين وكا ومتى وكا. لكنها موجود وتثير هذه الفتن في اماكن مختلفة. بل وتسيسا من قبل من قبل الدول او الحكومات او المنحين. وهذه خطيرة جدا. كيف اهم شيء في مواجهة هذه المخاطر هي ان نبني جسورا بيننا وبين المسؤولين. المسؤولين في الدولة هم اخواتنا. مهماش اعداءنا. وكتير جدا منهم ما يعرفوش ما هو المجتمع المدني وفعالياته وحيثياته وثقافاته وطاقاته. فلا بد ان نجلس معهم وعليهم لكي نتعاون في وضع الصورة المتكاملة للدولة نفسها. ولمجتمع الدولة نفسه. لكن ان نجعل بيننا وبيننا فجوة. فستتهلد هذه الفجوة لعداء. كل مسؤول في الدولة هو لنا. ونحن منه. ونحن جميعا نكون مع بعض هذه المنظومة المتكاملة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي وقتاع المجتمع المدني كذلك. دورية التقارير. انا اسأل سؤال. لو كان حد في مجلس الامناء هنا. من منكم يطلع على التقارير الدورية المؤسسة داخليا كل ثلاث تشهر او كل اربعة تشهر او كل شهرين او كل ستة تشهر. هل بنصدر التقارير الداخلية احنا بنا وبين بعد كم مؤسسات. من الآن مش عايز اخرج للدولة ويكلمها. انا عايز اخش النافس انا. انا عندي غسيل ليس بنظيف. وليس عايز ان نشره في الخارج. هل بنصدر التقارير الدورية عن عملنا. سواء كم مالية او تقارير ادبية او تقارير على المشاريع. ولا ما بنصدرش. ولما حد مننا يجد له التقارير وما يكونش عندي هذا التقارير. ما بدناش المنحة. فتقول لي يا سلام دوددنا. دودد للمسلمين. دودد العرب. دودد كذا كذا. انا ما عنديش الحيثية التي استطيع ان اقدمها للمانح لكي يحصل على دعم. واحد هذه الحيثيات هو اعتمد على نفسي في انشاء التقارير الدورية. والحمد الله بسم الله. ما شاء الله كلكم بشكله كذا. جامعيين متعلمين حاذقين. فلا بد ان نعرف ان دورية التقارير هي مهمة لدورية دايمة الاستمرار. بناء القدرات دي شيء قطير جدا جدا جدا. ليه? لان من غير قدرات مهمة ومفاعلة ستهدر الاموال. ستهدر الاموال. ستهدر الاموال. ستهدر الاموال. انا بقول لا. ده انا عايز الجنيه يوصل للناس. مية في المية. ما عنديش مشكلة. من اللي سيعلمني وينمي كفاءاتي. ويدربني. واهد الاخ ده والاختي دي اصنهم يعني كواسين وادقياء. كويس. تقوى شيء لنفسه. لكن الحرفية شيء للمجتمع. انا عايز التقي الورع. القوي والامين. القوي في الحرفية. والامين في الامانة الشخصية. فلا بد من الانفاق على التدريب. وتنمية القدرات. ويكون ده مطلب أساسي للدولة. من الدولة وللمانح نفسه. نقول للمانح. ان لم نضع هذا الجزء في تدريب المعاملين في المؤسسة. فسيهدر الجنيه. لكن لو صرفنا من كل جنيه عشرة قروش او خمسة قروش على التدريب والتأهيل. سنستطيع ان ننمي هذا الجنيه. مصيف الإدارية الى آخره. المراقبات الداخلية. كيف يمكننا مواجهة هذه المحاذير. الاسليب الجديدة. انه نعمل خطط. في حاجة اسمها. ناخد الحاجة من تحت الفوق. بمعنى. يعني مثلا اديكم المسأل. كنا بنجير مخيمات في صعدة. صعدة دي في اليمن. في الحرب بتاعة الحوتيين مع الحكومة. كان جزء من ادارة المخيم هم النازحين. جزء من المشاركة. مشاركة النازحين في ادارة المخيم. وهو يقيم الخدمات الصحية. ويقيم الخدمات التربوية. ويقيم الخدمات الاجتماعية. ويقيم كل شيء مع مدير المخيم. مع الأمم المتحدة. وهذا أسلوب جديد. لابد أن نعتمد على السماع لهؤلاء. لأنهم يعيشون في المخيم ليلة النهار. كلمنا عليه بالتفصيل. المراقبة والتدقيق والتقييم الى آخره. فرص المتاحة. نبقى في مصر دلوقتي. خلاص. وصلنا فين. وصلنا فين دلوقتي. قاعدين. لا أنا مش جاعة من هذا التحرير. من هذا التحرير كل الأسبوع في حاجة حلوة بتحصل. المشاركة الشعبية. مش عايزين نفقد هذه اللحظة. وأن تتغير اللحظة الانفعال والمشاركة الى إحباط. ده تحدي في المنطقة الخطورة. لما ارتفع سقف الحريات لابد أن أعرف ماذا أريد. أنا راح أزعق. أنا مرة في انتفاضة اللي كان نسميها زمانة اللي يرحمه الرئيس السادات. رحما أطلع عليه. السفات ايه؟ كنت انا من الحرامية دول بقى. واتشغل طبيبه ورايح باب الشعرية ولبس وماشي من هنا من عندكم من ناحية التانية من مصرح البلون. رايح لباب الشعرية. بقى بدل السودة كده شيك وكان لها شنب كده ولبسنا الدارة بيرسل كده يعني كنت شيك قوي يعني من زي دلوقتي. وعندي شعر ساعتها. وماشي كده وبتاعتها. فلقيتم عادين يكسروا ايه؟ يكسروا اه؟ كان يا مكان. ما خلاص بقى. يا لقيت الزمانة ايه؟ دهت الشباب ويعودوا ايه؟ يوما. فالمهم ايه؟ وانا يماشي كده لقيت الشباب الصغيرين عادين بيكسروا في ايه؟ في البتلينة بتاعت السجاير. يعني واحد رأسي ماله بخمسين جنيه. قفوا محلات عصير القاصة بليف وشارعوا بابو العيلة ده هذا السلع اللي هو ستة وعشرين يوليا ده. لغاية ما وصلت لمبنى الكهرباء اللي في الجلاء. وكل بيكسر يدرب على الازاز ويكسر الازاز وكل يصفر. ايه؟ انا بوقفت كده نسيت ان انا ايه؟ من الحرامية. وقال لهم يا اخوانا. المبنى ده بتاع مين؟ بصوا لي كده. بصوا على شكلي طبعا. انا نسيت انا كد شكلي بس بدلة كده. ومشت المبنى ده بتاع كو. اقول لها مش بتاعنا. بتاع الحكومة. طيب والحكومة عملا من ايه؟ ما انتم ده فينا حق. طيب فوق عملا من اما صفر صفارة. قال ده منهم. هو قال منهم كده. ولقيت شارع الجلاء وشارع مش عارف ابو العيلة وكله. امم. بتجري. انا ما بعرفش اجري. وضلت واقف كده قلت يلا. انا لله واشهدوا الله اله الا الله وانا حمود رسول الله. خلاص حمود بقى. لقيتش في اربعة خمسة طلعولي مش عارفت له منين. كل واحد فيهم طوله اتنين متر. اكيد هم طبعا من الامن. والامن فتكرني انا من الامنة ومخابرات. فعملوا علي كردون كده حموني قال لي امشي من هنا ولا تنظر ورائك. قلت له محاضر. انا محدش عارف انا تابع مين. دولة عارفين اننا تابعهم ودولة عارفين اننا تابعهم. فطبعا المهم بدي اننا اننا سقف المشاركة الشعبية لابد. احنا ما نطلب شيء. ما عارفين هايزين ايه? ومش كل يوم نروح بطلب جديد. ما ينفعش. كل يوم بطلب جديد ما ينفعش. المعناه ان احنا ونسنا عندنا النضوج السياسي والنضوج الفكري. وليس عندنا استقراء لحاجة المكتبع. ولحاجة الدولة. ولكن هو استقراء لحاجة المجموعة او النخبة او الفئة او الجماعة. خلاص انا الصريحة اللي بعدها. تحالفات. هل تحالفاتنا قوية او هاشة? لابد ان توجد تحالفات. تحالفات على مبادئ واضحة. على عموميات. على قيم. نستطيع ان نضحي كلنا من اجلها. ليس تحالفات على ان افرندا يبقى الزعيم او افرندا يبقى الزعيم او افرندا يبقى الزعيم. لا. ليس هايزينها دي. لان احنا بنبني مجتمع نريد ان يكون قوي. تعريف الحكومة يقوم مجتمع الاهلي ده بعض الشيء. دي اخر كلمة انا ساقولها قبل ما اختم. من امن بفكرتي اقام حضارتي. انا من انام الصبحية. صحيت من انهم بردد الكلمة دي. لكن هي بالزبط الحضارة فكرة. والقلماء المصريين لما عملوا حضارة كانت مجرد افكار. لكن انهم اصروا على تحقيقها. اصروا على. امنوا بفكرتهم. فاصروا على تحقيقها. فأصبحت الفكرة هذه البثرة. اصبحت شجرة ثم اصبحت غابة ثم اصبحت موئل ثم اصبحت حضارة. من امن بفكرتي اقام حضارة انا ستحت. فان اردنا ان نبني حضارة لمصر اعظم من الحضارات التي بنيت. فلا بد ان نكون مؤمنين بافكارنا وبقيامنا وبحضارتنا وبانفسنا كذلك. جزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا لدينا 40 دقيقة ان شاء الله وانا اخدامكم. دقيقة ان شاء الله وانا اخدامكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد عبد المنعم شاعر ومحرر وعضو لجنة حكام مصر. من خلال البحث بعمله في الملحقية الثقافية السعودية وجدت انه فيه حوالي تلات تلاف ومتين عمل مؤسسي عملتهم السعودية في جميع البلدان جميع البلدان في كل القارات. فدي يعني ممكن من الناحية الظاهرية نقول انها جميل شيء جميل جدا جدا جدا. ولكن من الناحية العملية اتضح انه عملية تواجد بس يعني احط رجلي في البلد وبعدين يعدلها ربنا بالبلد كده. دي نقطة النقطة التانية احنا عندنا هنا في مصر يعني كتير جدا جدا جماعيات خيرية وتعاونية واقتصادية وفلسفية وثقافية. ولكن الدور الرئيسي للجمعيات دي عملت ايه للمجتمع. دي نمرة واحد. نمرة اتنين. التمويل. فيه تمويل مشكوك فيه. وفيه تمويل لا عارفينه ان هو المفروض يرفض. لانه مشروط. فيه تمويل مشروط. وسيادتك فاهم الكلمة دي كويس. اه. ثلاثة اسئلة. اخر حاجة بقى هولا انا اسف مالش. اه. حاليا انا يعني طرحت مشروع. للفنانين التشكليين والخريجين التشكليين. على الدكتور احمد مجاهد. والدكتور غازي. ان احنا نعمل معرض دائم. معرض دائم. حضرتك اتكلمت في حاجة. انا بتكلم فيها دلوقتي. طيب. نعمل معرض دائم. للناس الخريجين دول. في متحف محمود مختار. وناخد جزء من الجنينة. علشان يبقى معرض دائم. هل الافكار دي. فين الدولة عشان ترعى. الكلام ده وتنفذه. شكرا. بس حروض على الاربع اسئلة دول. انهم دول يعني عندهم قواصم مشتركة. في اسئلة كثيرة تطرح. بالنسبة للعمل العشوائي. احنا بنسميه بال منسميه بالعربي السياحة الاغاثية. ده ديزاستر توريزم. انا بروح اهم طلع طيارة. واقع الصورتين. ونزل كسين دي ايه. وخص الحدودة ومراجع. ده ما ينفعناش. ده مش مشروع. ومش مؤسسة. ومش منتج. ديته اعتبر. شهوة عند شخص. اقر طيارة فتلعي في خاطر عب السور ورجع. ما حلش مشكلة مجتمعية. اخبار حالتك. دي نمرة واحد. نمرة اثنين. ايه دور نعنا? هل احنا حاسبنا انفسنا قبل انه حسب? ما هو الدور الفاعل للتلاتين الف خمسة كم الف مؤسسة? خمسة وتلاتين الف وسبعمية. بسم الله ما شاء الله يعني. بسم الله ما شاء الله. عملنا ايه? احنا ورق. ما قبل ما تيجي انشاءال الاجتماعية وتقفلنا. او تحاسبنا. او يطلعوا عنا بعض في الجرائب بعض المقالات السيئة. واللي ويتهمونا بكذا كذا. لابد احنا يدفع للعاملين في اي مؤسسة مجتمع مدني او مسخير فيها هو موالتب من مال اليتيم والارملة والمسكين والفقير والشريد والمريض. فلابد ان نتعامل معه وصورة هؤلاء امامنا. فلابد ان يكون عندنا شفافية محاسبية عالية جدا. نحن اجراء عند الفقراء. الذي يحاسبنا امام الله سبحانه وتعالى ليست الحكومة الاجتماعية ولكنها الفقير والمسكين واليتهم والارملة. هذا موقف عظيم. والله سبحانه وتعالى لن يضيع حق اليتام والمسكين. هذا نمرة اثنين. نمرة ثلاثة المعالي المشبوهة من حقق ان تقول لا. ودعاف النفوس في المؤسسات كثير او بعضهم او قلة. مش مشكلة بعضية مهم. يعني بغد النظر عن هذا. فلابد لو احنا بنينا مؤسساتنا من الداخل واصبع عنها عندها معايير واضحة في تلقي الاموال ورفض الاموال والدخول في مشاركات. فندخل مش في مشاركات مع ناس بشروطنا. قبل الشروط جزام الله خير. لم يقبل الشروط نبحث عن غيرها. واهم عنصر كنا احنا في مقدونيا عاملين مؤتمر لأول مرة. مع المنتدر الانسان يستنى اللي فاتت. ساعة البركان بتاع اوصله. ما كان نهاية كده. واكتنفنا يرويب الحمد لله. وخط طيارة الاسطنبول. ومن اسطنبول خط عربية 14 ساعة. لغاية ما وصلنا لحاجة اسمها اسكوبيا اللي هي عاصمة مقدونيا. الكاميرا شايفاني? اقول لك. فاحد الاخوة من مقدونيا. ما كانش مسلم وكان ارتدوكسي مسيحي. الاهم عنصر في جمع المال عندنا. ليس الاتحاد الاوروبي. ولاس العاون الامريكي. ولاس الحكومة البرطنية. ولكن هو الشعب المقدوني نفسه. الشعب المقدوني او الشعب المصري سيكون هو الركيزة الاولى. التي تستطيع ان تعطيني استقلالياتي. وتكون ليه شخصياتي. لاننا في هذا الوقت استطيع ان نقول لا ونعم. لاننا عندي استقلالية مادية. الاخ اللي وقف هنا تيجي تقول هنا من الاول عشان بس الناس معك. بس اجز. انت خلاص دي او في الطريق. السلام عليكم. عليكم السلام. عبد الرحمن كلية السيداء. انا اقول بس ها اكد على نقطة وهولت سؤال. اول نقطة عندي نقطة نقطة تأكيد على فكرة العمل الجماعي. انما لما يحب انزل المجتمع. وعايز اطور المجتمع. وعلل الحضارة فيه. لازم احس المجتمع ده ان هو الفكرة اللي طلعت منه. والحضارة دي نشأت منه هو. وده زي ما الدكتور تفضل قال قصة ضي القرنين. هو عندما نزل قال له يا ضي قرنيني إنه جوجة مجوجة لحد آخر الآية. قال لهم ايه؟ اتهوني زبرا الحديد وانفخوا في الصور. لحد ما هم هم الذين عملوا كل شيء في الآخر. وهو كل كان كان فكرة انه نزل وحسسهم بنفسهم، هذا أول شيء. أريد أن أسأل حضايب طول الأموال المشبوهة. بالنسبة للتمويل المجتمع المدني، يهدفوا التمويل المؤسسات المدنية لكي نشر فكرة الممول في المجتمع. سواء كانت فكرة غربية أو كده. ما هو التمويل البديل للمؤسسات المدنية العالمية؟ شكراً، شكراً. حاضر، حاضر، أنت اللي بعدها على طول. لكن لا يوجد جندر إقواليتي، أنت كلكم رجالة، وأنتم بسم الله ما شاء الله إيد الواحد فيكم. بسم الله ما شاء الله، سيفوني. عادي لإيد كده يكون معلاء أصغيرة كده من الأخوات أو شوكة، اللي هو الأموال المشبوهة. قضية الأموال المشبوهة دي قضية إعلامية أكثر من قضية واقعية. الإغاثة الإسلامية اسمها إسلامية أو غيرها، تأخذ فلوس من حكومات، وتأخذ فلوس من مانحين بشروط. شروط للمجتمع اللي بتخدمه. لا يوجد إسمها أجندة كده أو كده أو كده. هذا لا يعني أنه لا يوجد منحين يتنفذوا هذه الأجندة، فذلك أنا أتحدث معك الآن، وغدا نحن نريد أن نكون لنا شخصية مستقلة، اعتبارية للمؤسسة تستطيع أن تقول نعم ولا. لا نعمين ها؟ ما الأغنية بتقول لك؟ نعمين ها؟ أخبرك نعم ولا. فلذلك ده جزء من التكوين الداخلي لك، ألا تنبطح أمام المال، ثم تفكر من أين أتى المان فيها بعض. الخطورة هنا قد يكون في بعض الرموز الموجودة في دولة ما، رموز سياسية أو رموز مجتمعية، تستطيع أن تأخذ بعض المنح من بعض هذه الجهات، وهذه ليست جمعيات أو مؤسسات، فحينما تعطى هذه الأموال لأفراد، يحدث الخلل ويحدث الفساد، فلا بد أن لا نقلت الأوراق بين شخص، لو علاقة ما بمؤسسة ما أو بداملة ما، يريد أن يدو مقرت، يدو مقرت، يدو مقرت، أو كما يقولون، أو ينشر فكر معين، لكن هذا شخص، لابد أن تحاسب الدولة لأنه شخص، أما المؤسسة، فبمعييرها تستطيع أن تقاوم هذا المال الغير مشبوه، والذي لا يوافق الأهداف التي تريد أن تحقق. تفضل، حاضر، حاضر، تعال بقى هنا عشان نقف، أنا بس، أنا بس، مش عارفها… أنا وضيت الميكرافون، مش هكلم أنا، بسم الله، محمد السروجي مهندس معماري. محمد ايه? السروجي مهندس معماري. تعالي سأسأل حاجة بس على دور دكتور هاني البنة الفتاة الجاي في مصر في تشكيل المجتمع المدني بشكل عملي. حاضر حاضر. طب انا حقول بقى الاخوة اللي رفعين ايدهم يجي يقفوا في طابور هنا احسن علشان عشان بالدور. انا دوري انا شخصيا اتمنى انسجل مؤسسة وجه اشتغل هنا من بكرة. يعني لقوا يزيد عنها. انا في الست سبعة شهر اللي فاتوا زورت مصر بتاع سبعة امم مرات. فان شاء الله الامور ماشي بالتدريج يعني. اتفضل. سوا عليكم. لكن انا سوري. انا في اي وقت لو انت عايز نجي لك انا ما عنديش مشكلة. بعدي على مصر كتير. اصلا ما عداش على ايه. ما تكمل اغنية بقى. غني. طيب يا فك. اولا بشكو حياتك انت جيته. فعلا زي ما قالت دكتور ريبا حياتك رجل بامة. اه سانيا في اقتراح او فكرة صور عندي اه كانت من النقط اللي اتطرحت في في الشرائح يعني اللي هي دور الاعلام. ليه ما يبقاش فيه جزء من ميزانية المنظمات او المنتدى او كده. مسلا افلام وصائقية ساعات بس في قنوات مشهورة او كده. قنوات سواء محلية في البلد المستهدف او القنوات اللي هي وغيرها لو تكرموا يعني وسامحوا بكده. وانتاج مسلا يعني ايه مسلسل بيدعم الفكرة او فيلم يعني مش بس الوصائقي. شكرا. شكرا. ده الكلام ده اعتقد في فتوى من المفتي الدكتور علي جمعة لأحد الجمعيات مش عب جمعية ايه? هو رئيس جمعية ايه? مصر الخير افتالهم بالانفاق من اموال الزكاة على الاعلام. فده ممكن ترجع للدكتور علي مفتي. ترجع للدكتور علي جمعة او ترجع لمصر الخير. فضل. السلام عليكم. عليكم. محمود ياسر. هندس المنصورة. حضركم شوية. اذكرت ان احنا عندنا في مصر مؤسسات مجتمع مدني كتير تجاوز عددها 35 ألف. ولكن بنتكلم على التعاون بين المؤسسات والتكوين الشركات. وفي هنا نقطة اعطاقنا ممكن غيبة شوية او مش عالف نظامها ايه. انا ومثلا لو انا مؤسسة خيرية وفي مؤسسة ما مهتمة بالتعليم. مش فكرة بس ان احنا نتعاون مع بعض اونام العمل مشترك. فكرة نازل بكون في استراتيجية اجمع تحتها اكبر عدد من المصورات المجتمع المدني. يعني ولكن ان انا عملت مسلا تخطيطي شراتيجي للمجتمع. وقلت مسلا ان انا عندي في اولوياتي للنهضة. ان انا مسلا احل الاول مشكلة الامية. ثم مسلا مشكلة التعليم الاساسي ثم مشكلة التعليم الجامعي. فلما طلحت مشكلة الامية هتيجي المنظمة المسؤولة عن التعليم. وتقول للمنساسة الخيرية انا الناس بيتوني انا رغم لي خطبة مشكلة الامية. وانتم مسلا هتناولوا المشروع او انتم مسلا هتعاولوا الاسر اللي بتعلمهم لحد ما يتعلمهم وها كزا. ففين دول التخطيط الاستراتيجي في المجتمع في حاجة زي كده. التخطيط الاستراتيجي هو جزء من النمو الفكري لأي مؤسسة. ما اقدرش انا اكون مؤسسة لسه بدقة ومش عارفة انا اعمل ايه وعمل ايه. انا اقصد يعني اصد المجتمع ككل مش فاحنا نبدأ دلوقتي بحاجة بنعمل نعمل شبكات. نعمل شبكات مع بعض. انت دلوقتي اه? اه طيب. احنا نبدأ دلوقتي نعمل شبكات. لو مسلا عندنا بعض الناس حيبتروا يشتغلوا في التعليم يعملون. انتم طبعا كلكم شاطرين جدا في الفيسبوك والفيسبوك عمل صورات مش كده? ولا تويتر? مين فيهم? ده تونس ما هو الشعب استعمل التكنولوجيا والله. خلاص انا اسف. سحبت 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 سحبت. انا سحبت اختراح. جزاكم الله خير. انني استمع اليكم. طيب. طيب خلاص. يعني ازلك وسيلة التواصل دلوقتي او بالناس. وسيلة التواصل ممكن نبدأ نشبك مع بعض عن وسيلة التواصل اللي تكون ايه? قليلة تكلفة او قليلة الوقت. ما نضيعش وقت الى الاخير. فنبدأ بهذا وده سيأخذ مراحل كتيرة. مفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. احنا ونستعرض. انا محمد مختار. موظف. واحنا بنستعرض البرنامج بتاع المؤسسة. كان من ضمن الاسباب او الاهداف الاساسية كان تحسين ظروف الفقراء والمتعسرين. مع نترقبها جماعيات الخمس نجوم المستوردة. اللي موجودة في مصر. واللي ليها اجندة. وهي اجندة خفية. هي عزل اموال الاغنياء عن الفقراء. ما اطار عمل اسمها وجاهة اجتماعية. المشتركين فيها من طبقة معينة من الناس. والاجتماعات بتاعتهم في اماكن فايف ستار. وبيتم انفاق اموالها على الاماكن. وصلت. وصلت الرسالة. تمام? وصلت. انا فهمت. شكرا. انا كاتب وراء اصغيرة كده وراء. برا اسمي. الهيدي. سوري. كتبتها كنت في توقف. لما اخرجت من ليبيا. اه? كنت في ليبيا. بقى لك بقى انا روح ترابلوس. وانا في ترابلوس التارت لغت. في وقت اجي على تونس عشان اجي مصر. خدنا العربية واتبهدلنا في الطريق الحمد لله. وده في مطار تونس سمعت المكلسوم. صح? مش انت قلت يسمع مكلسوم? كان بتغني انت عمري. فجزء من المسئولية المجتمعية بالضبط اللي انت بتقوله ده. اللي هو كيف تبني المؤسسات الكبرى هذي? المؤسسات الصغرى. احنا بنعمل لقتي فيه مسئولية. مسئولية على الشركات والمؤسسات الاقتصادية لدعم المجتمع. اللي هي الاساس ار. دي احنا بنسميها او اس ار. من حقك انت كمواطن ان تحاسب هذي المؤسسة. لا تنفعل. يكون عندك الارقام. لا تنفعل وتغلي الى اخيره. لكن من حقك تذهب وتحاسبهم او تعمل وحواليهم ورق الضغط او ورق يتعمل. رب لك. لان احنا عايزين هذي المؤسسات الكبرى المليونية او المليارية تستطيع ان تنمي المجتمع. جزاكم الله خير.